فأيزا السؤال لماذا أعطى الله الشريعة أكيد في أسباب نمرة واحد ليعلن المعيار والمقياس للحياء البرة والحياء المقدسة لشعب الله فالشريعة تعطي المقياس المعيار للمستوى اللي الله بطالب فيه الشعب يعيش يعيش كشعب متميز بار ومقدس أيضا شيء ثاني الله أعطى الشريعة ليحافظ على شعب الرب وليميزهم متميزين عن الشعب عن الشعوب الأخرى لكي يكون له شعب خاص عندهم إله الله الواحد بالمقارنة مع آلهة الكنعانيين آلهة وثنية وكثيرة ويكونوا متميزين عندهم الشريعة والذبائح اللي الله طالب الشعب العهد القديم طبعا بالمقارنة مع الشعوب الأخرى اللي كانت تسكن أرض كنعان كانت تعبد الصنم والأوثان وعبادات غريبة مختلفة فشعب الله يكون متميز الرب من خلال الشريعة حافظ على شعب الرب سبب ثالث للشريعة ليظهر الخطية فالنموس فعلا يظهر الخطية ومن ناحية أخرى النموس يظهر عجز الإنسان واستحالة الوصول إلى الله فمن ناحية أخرى الشريعة بتظهر بشاعة الخطية فبشاعة الخطية تظهر من النموس عندما يقول لا تحلف لا تكذب لا تقتل لا تسرق كيف أنا ممكن أعرف أن هذه الأمور ضد الله من النموس فالنموس يعتبر كمرآة تظهر لنا خطيتنا تظهر لنا بشاعتنا شيء آخر الله أعطى الشريعة ليعبر عن محبته للشعب لشعبه أن الشريعة كانت لمصلحة الشعب من أحكام من تقويم من ممارسات من عبادات من كل الأمور اللي بتحكم الناس أنه تمشي بحسب الشريعة حتى يكون فيه قوانين اللي بتحمي الناس من خلال الشريعة شيء آخر الشريعة تظهر لنا طريقة العبادة فالله عاوز يكون شعبه متميز شعب غريب حتى لما موسى طلب من فرعون أنه يخرج مع الشعب كانت كل الفكرة العبادة أنهم يعبد الرب بكل ممتلكاتهم وبحيواناتهم يعني حتى الحيوانات تكون طاهرة لتقديم ذبائح طاهرة لعبادة الله ولكن فيه برضو شرائع وقوانين وتقوس وممارسات في موضوع العبادة الغرض من هذه العبادة يكون العلاقة الصحيحة والصحية مع الإله الحي اللي كان بيسير معهم وبحافظ عليهم ثم لي الله أعطى الشريعة ليظهر المساواة بين جميع الناس الشريعة هي ببساطة أيضا هي حماية للضعفاء وحماية للأرامل والأيتام والغريب فأعطى قوانين كيفية التعامل مع هؤلاء المحتاجون في المجتمع شيء آخر الشريعة ليوجه الناس بعلاقاتهم أحدهم مع الآخر ففي تحكيم في قوانين اللي بتساعد الناس كيف يسلك كيف يتكلم كيف يتعامل مع الشخص الآخر ما هي المسئولية ما هي المحدودية وكل هذه التعاملات والمعاملات بين البشر لتخلق المساواة الحرية البركة السلام المصالحة الشفاء حتى فعلا يكون شعب ناجح وحضارة ناجحة وكل ما يصنعه ينجح كما يقول الكتاب المقدس شيء مهم جداً للشريعة ليوجه الناس للمسيح ليه المخلص ليه الفادي أنا ذكرت أن الشريعة هي تظهر لنا الخطيئة وبشاعة الخطيئة وتظهر لنا عجز الإنسان لأنها مثل المرآة تعكس لنا خطيتنا ولكن من ناحية أخرى لا تخلص فالشريعة توجهنا إلى المخلص يسوع المسيح الخلاص والحيام الأبدية قال يسوع موسى كتب عني فإذن يعني بيتكلم عن شعب يحتاج أنه يكون عنده العبادات والقوانين الصحيحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر